بعيدة عن قصة أو بعيدة عن الجزئية الخاصة بيعني الرياضة أو الفعاليات الرياضية أو الفنية التقافية أو نجاح الفعالية في الجزئية أو في التخصص أو في المجال بتاعها بقى فيه بعد تاني سياحي مهم جداً بالنسبة لي وهو فكرة واقتصادي أن أنت لما بيكون عندك مشاركين من أكتر من جنسية ده بيخلي كل واحد فيهم يحط إكسبوجر يعني تخيلوا يا جماعة كل واحد من المقاطرين دول هو هيحط إكسبوجر على شغله وعلى منافسات بتاعته على مطشاته عند الجمهور بتاعه اللي في بلده فالناس هتعرف أن المسابقة دي في العالمين الجديدة فهتشوف صور فاتخش تعرف إيه العالمين الجديدة طب إيه الفناديق اللي موجودة فيها طب إيه القرى طب إيه الشواطئ طب المكان ده روحوا إزاي طب بكام طب إيه الصور الجمدة دي طب الكلام ده فين أبتدي أعرف عن المكان ده أكتر وأبتدي ممكن أزور المكان ده خاصة بقى يا حبازة لو الشخص اللي موجود ده سواء بقى كان لعيب ولا فنان ولا 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 اتكلم عن المكان ده بشكل إيجابي بشكل جيد وبالتالي كده بيبقى بيعمل تسويق ما بعده تسويق بشكل غير مباشر وبشكل مباشر للمكان اللي هو موجود فيه مفيش أصدق ولا أحسن ولا أفضل من الرفيو اللي بيعملوا مستقبل الخدمة في المكان اللي هو موجود فيه يعني دايما حتى كنت بكلم بقول أصدق وأحسن ماركتنج للعالمين الجديدة هو الرفيوز اللي بيعملوها السياح اللي موجودين هنا اللي هو بيخش على الويب سايتز بتاعت السفر كلها بدون ذكر أسماء يعني ويخش يحط الرفيو عن القتال اللي هو موجود فيه أو المكان اللي هو موجود فيه الرفيو ده بيشوفوا ملايين الناس حوالين الدنيا وبيستنوا الرفيوز دي لأنها تبقى أصدق تعبير النهار ده أنا راجل جيت أنا الاند يوزر أنا مستقبل الخدمة أو الكاستمر اللي جي شاف الوضع شاف القتال شاف الشواطئ شاف الخدمة شاف الهسبتالتي شاف كل التفاصيل الخاصة بالخبرة السياحية ليا كان كسايح وضيف جيت المكان ده لما بكتب التفاصيل دي في الرفيو بتاعتي على أي من مواقع الصفر المتعددة الراجل بقى اللي لسه مجاش لما بيشوف الكلام ده بيبتدي يبني هو وجهة نظره قبل ما ييجي بناء على الرفيوز الكتيرة من أكتر من حد مستخدم للمكان ده أو أكتر من حد مر بالإكسپيرينس والتجربة دي عشان كده دي بالنسبة لي واحدة من أهم الفوائد لكل الفعاليات اللي موجودة سواء فنية ثقافية رياضية أي أن كان نوع الفعاليات اللي موجودة أن هي تبقى بتحط عين الناس على مدينة العالمين جدية سواء من خلال السياحة الداخلية أو من خلال السياحة الخارجية الآن بتجري بسرعة المهرجان أيامه بتجري بسرعة ولكن واحد من أهم التجارب للواحد يعني عاشها ومر بيها في مشواره المهني إنه هو يكون موجود في مدينة العالمين الجديدة بالجمال اللي واحد شايفه هنا بالمجهود اللي مبزول بصراحة على أرض مدينة العالمين الجديدة ويبقى بالنسبة لي واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة هنا هي السياحة اللي أنا شفتها اللي فرحان بيها جداً أن أنا شوف بلدي في مكان ما كانش فيه قبل كده أي نوع من أنواع السياحة الأجنبية ألاقي يعني كان على استحياء بعض السياحة العربية بتبقى موجودة في السحل الشمالي ألاقي دلوقتي موجود في السحل الشمالي جنسيات حدث ولا حرج مية وربعة جنسية بتطق أقدمهم مدينة العالمين الجديدة مبسوط إن في المكان ده بكل الحداثة والتمدن والجودة والتقلق اللي موجود فيه على أعلى المستوات فيما يخص الإنشاءات وفيما يخص الطرق وفيما يخص كل حاجة والبنية التحتية إن البعد اللي اجتماعي حاضر فيه وبقوة أناس كتيرة جدا لما بتكلم وبقول حتى برحكوا تدخل في نقاش على منصة اكس مع بعض من أهلنا وحبابنا وأخواتنا فهم مش مصدقين لما بقولهم إن الأسعار رمزية وإن هنا فيه وفيه وفيه فبيوري عام أسعار رمزية من تسعاد كتيرة بتقولوا كده إن الأسعار دي رمزية بالنسبة لكم وجماعة احنا مش منفصلين عن الواقع احنا في الأول في الآخر احنا كلنا كلنا يعني احنا مش عايشين في كاليفورنيا احنا عايشين في مصر وشايفين الدنيا وعارفين كل التفاصيل وكل واحد فينا في بيته بيمر بكل التفاصيل اللي ممكن أي حد ممكن يكون بيمر بيها في أي بيت مصري عادي جدا لما بتكلم على أسعار رمزية أو اللي نفسي أوصلوا للناس إنه يكونوا شايفينه وعارفينه هنا إن هنا في كل حاجة عايز تصرف كتير هتلاقي مكان تصرف فيه كتير وتاخد بريميوم سيرفوس يعني راد كاربت سيرفوس إزاي ما بيقولوا عايز تصرف بالمتوسط هتلاقي عايز تصرف باللي مفيش خالص هتلاقي هتقول لي طب إزاي ما فيش خالص هقول لك بعض الأمثلة البسيطة جدا فيه مامشة 14 كيلو المامشة ده أنت منك للبحر يعني أنت ماشي كده أنا آسف يعني أنه أنا عمل أنت ماشي كده على يمينك ولو عملت كده هيبقى على شبالك الحتة دي كلها مامشة بطولها 14 كيلو أنت شايف البحر طول ما أنت ماشي فيه كراسي وهي الحاجات المبنية بالرخام السابتة دي لو أنت جايب معاك أكلك وشربك هتقعد هتشوف البحر وهتشم مش وقت هوا نظيف ومش هتكلف تعريفا شكرا